اذا اول انا مثلت الرقم 73 بالنماذج عند الاحد اترسمت 3 مربعات وعند العشرات اترسمت 7 عمدان بكل عمود عملت 10 مربعات صغيرة اترسم 10 مربعات صغيرة اترسم 10 مربعات صغيرة عشان يصيرو عنا عمود واحد يعني 10 مربعات صغيرة اول عشان يكون مرتب انا ورجيتكم كيف رسمت اهيك عشان يكون مرتب الحال انا مجهزة لكم نماذج جاهزة اي 10 اي 20 اي 30 اي 40 هاي خمسون هاي ستون وهنا سبعون والآحد هاي واحد اثنان ثلاثة حسنا هيا نكمل لنرى ما هو السؤال التالي عرفتوا يا أول شو يعني تمثيل الأعداد ضمن منزلتين يعني بدنا نرسم رسم بدنا نروح عند الآحد ونحط العدد اللي هو طالبه مننا وعند العشرات نرسم العدد اللي هو طالبه مننا حسنا هيا بنا لنكمل يلا أول السؤال بحكينا استعمل النماذج لتمثيل العدد 49 مطلوب مني هنا استخدام النماذج أو استعمال النماذج لتمثيل العدد 49 ما معنى تمثيل العدد 49 استعمال النماذج ما معناه معناه اول اني هون بدي ارسم زي ما رسمت هناك حكينا اول شي بشو بنبلش بنبلش عندي الرقم هاي الرقم عندي هون كم الرقم هاي بنا نقرأه 49 كم الرقم 49 اين الاحد التسعة ولا الاربعة بسرعة بسرعة اقوار حايد للثلاثة انتوا جاوبوا واحد اثنان ثلاثة رائعون الاحد هي التسعة بروح عندي الاحد وبرسم كم مربع برسم تسع مربعات هاي واحد طبعا هون اول مربعات مش كتير حلوة بس انا عملتلكوا اياها بطريقة جاهزة حلوة كتير هاي اثنان ثلاثة هاي اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهنا ماذا وهنا تسعة ليش حطيت تسعة عند الاحد لانه هيك طالب مني اعمال اني انا اروح ارسم تسع مربعات عند الاحد لانه في رقم تسعة واربعون الاحد هي التسعة ممتازون هيا نكمل نكمل اذا خلصنا من الاحد سромسك كم العشرات هوذة يجب ان 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 نرسمر اربع أربع عشرات كم الحاء تسعي الان يمر تساوي الان كل هم الان يمر هو السبب حسنا هايان سأرسم اول شي عمدان أربع عمدان هاي واحد هاي اثنان هاي ثلاثة وهنا كم يا أول هاي صاروا ثلاثة هذا الواحد صح هاي هيك صاروا أربعة طيب أول هيك صح خلاص هيك صار الرقم عندي صحيح هي رسمت وشو كتب لي السؤال هنا تسع وأربعون هون حطينا تسع مربعات وهون نحط أربعة هيك شو رأيكم هيك صح ولا خطأ يلا بسرعة انتوا فكروا خطأ أحسنتم ليش خطأ لأنه حكينا بكل عمود عشان نعتبروا أنه هو عشرة لازم نقسمه لعشر أجزاء أو نحطه لعشر مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهنا عشرة حسناً وهنا واحد اثنان أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهنا عشرة هيك يا أول بقدر اعتبر انه هيك أربعة عشرات تساوي كم أربعون لانه هاي هيك صار اسمها عشرة واحدة عشرة عشرون ثلاثون أربعون اذا عنا هنا يا أول كيف بنقرأ الرقام تسعة وأربعون تسعة وأربعون وهنا يا أول هاي عملتلكم اياهم بطريقة مرتبة حلوة هاي عشرة عشرون ثلاثون أربعون والأحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هيا نكمل مطلوب مني هلا هون يا أول ومثل العدد بالنمادج ثم أكتب بالأحد والعشرات يلا أول شي إنني مسحد ونبلش أوكي أول جاييني سؤال مثل هيك تمام شو بدياني أعمل بدياني هون أكتب ومثل العدد بالنمادج ثم أكتب الأحد والعشرات بدياني أرسم تمام هون بس هون عند كلمة الأحد والعشرات ما بدياني أرسم هون عند الأحد والعشرات لا بدياني هون بالأول أكتب إيش الأحد وإيش العشرات وبعدا هون أرسم كله هون جميعا تمام تعالوا نشوف كيف بقرأ الرقم كم عندي الرقم هنا يلا يا أول رح عيد للثلاثة ونقرأ مع بعض واحد اثنان ثلاثة اثنان وخمسون رائعون كم الرقم اثنان وخمسون أين الأحد أين الأحد الاثنين ولا الخمسة أين الأحد ممتازون رقم اثنان هو الأحد إذن هنا أذهب إلى كلمة الأحد هي كلمة الأحد وبكتب تحتيها شو اثنين ممتازين هلا هون أين العشرات أين العشرات هنا هنا العشرات خمسة رائعون إذن الرقم اثنان وخمسون هلا هون يا أول مطلوب مني شو أرسم مطلوب مني أرسم هنبلش بالأحد هنبلش بشو بالأحد يلا كم لازم نرسم عند الآحد كم مربع اثنان رائعون واحد واحد هيا بنا هاي واحد وهنا هاي اثنان حسنا رح نعدل بس هاي نموح الورح نرسم ها شوي أحلى كم صار عندنا الآحد اثنان هل نرسم العشرات كم لازم نرسم العشرات